في حدث مأساوي لقي عروسين بقرية طحى المرجق التبع لمركز مدينة ديار بنجم بمحافظة الشرقية مصرعهم ده بعد يوم واحد من زفافهم واللوى إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية كان تلقى اختار بيوفيد بورود بلاغ من مركز شرطة ديار بنجم بوفاة عروسين بعد 24 ساعة من زفافهم داخل شائتهم الزوجية على الفور انتقلت إلى جهزة الأمنية لفحص البلاغ وإجراء معينة أولية ومعرفة سبب الوفاء من المرجح أن هما توفوا نتيجة تسريب غاز بعدما تبين عدم وجود أي أثار لبعثرة في الشقة أو كسر في المنافذ وطبعا إحنا والله حاولنا نتواصل مع أهالي العروسين سواء الزوج أو الزوجة لكن طبعا الحادث كان صعب جدا وهم الحقيقة ما قدروش أن هما يكونوا موجودين معنا أو حتى يتكلموا وطبعا إحنا قدرنا فعلا الحالة النفسية لهم وطبعا ربنا يرحم بقى الشابين دول ويحسن إليهم وطبعا دعواتكم اليوم بالرحمة والمغفرة ويعني قد يكون فعلا تسرب الغاز هو السبب الرئيسي في الوفاء لكن طبعا ده أمر الله سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر